علاقات متميزة تجمع بين مصر وموزنبيق حيث تحرص القيادة السياسية في البلدين على تنشيط العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية السنائية بينهما وتعمل مصر على دعم جهود تنمية الاقتصادية في موزنبيق لا سيما في مجالات تطوير البنية التحتية من خلال الخبرات المتوفرة للشركات المصرية في هذا المجال علاقات قوية وممتدة تجمع مصر وموزنبيق وعلى قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة تقيم مصر علاقاتها مع أشقائها الأفارقة ومن بينهم بالطبع موزنبيق كانت مصر دوما داعما قويا لموزنبيق سواء في نضالها من أجل تحرير أو لجهودها نحو التنمية والتطوير تتسم العلاقات بين مصر وموزنبيق بالمتانة على ضوء دعم مصر التاريخي لنضال الشعب الموزنبيقي من أجل الاستقلال وكون مصر إحدى أوائل الدول التي أقام السفارة لها في مابوتو عقب استقلال موزنبيق مباشرة في عام 1975 كما تحرص القيادة السياسية في البلدين على تنشيط العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية السنائية بينهما ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية اتخذ الاهتمام المصري بأفريقيا بوجه عام وموزنبيق على وجه الخصوص أهمية كبرى حيث نجحت مصر في استعادة دوره الريادي داخل القارة السمراء وأصبحت نقطة الارتكاز لحل كافة القضايا الأفريقية وشهد عام 2019 زيارة للرئيس الموزنبيقية في لبنيوسي إلى مصر حيث استقبله الرئيس السيسي وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات السنائية على مختلف الأصعدة حيث تم الاتفاق على تفعيل الآليات القائمة للتعاون بين الجانبين وعلى رأسها اللجنة المشتركة بالإضافة إلى العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين كما تعمل القاهرة على دعم جهود التنمية الاقتصادية في موزنبيق لاسيما في مجالات تطوير البنية التحتية من خلال خبرات متوفرة للشركة المصرية في هذا المجال حيث اتفقت مصر وموزنبيق على أهمية مواصلة العمل لتنفيذ الأهداف التنموية في مختلف المجالات المنصوص عليها في أجندة 2063 وكذلك التركيز على تنفيذ المشروعات القارية التي تمثل أولوية للدول الأفريقية فضلا عن تعزيز الآليات الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات وتكسيف الجهود في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف ودعم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية العلاقات بين القاهرة ومابوتو تتميز بتنوع وتعدد أوجه التعاون المشتركة خاصة في مجالات الأمن المختلفة وأسالي بتدعيمها حيث تسعى موزنبيق لاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في ترسيخ مناخ الأمن والاستقرار بالبلاد ومكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية فضلا عن الاستفادة من الخبرات الأمنية والتدريبية المصرية في عدد من المجالات الشرطية محل الاهتمام المشترك لتؤكد مصر أن تطوير وتنمية علاقاتها مع كافة الدول الأفريقية تأتي في مقدمة اهتمامات القيادة السياسية ترجمة نانسي قنقر